شكرا لسيادتك وشكرا لكل ما تقوم به الحكومة لا أحد يستطيع أن ينكر ما قمتم به على مدار الشهور العديدة الماضية لو تذكر سيادتك لما بدأنا مبادرة خفض الأسعار وقدمت الحكومة وقدمت الدولة العديد من المزات للمصنعين والمستوردين لم يشعر بعدها المواطن يا فندم بما قدمته الحكومة لاستاذ المصنعين والتجار المصنعين والتجار هناك أزمة لا تصل هذه التخفضات للمواطن في الشارع أهلنا في الأقاليم وفي القرى وفي النجوع يعانون لأن هذا الكلام لا يصلهم الحكومة قدمت كل ما يمكن أن تقدمه ولا نستطيع أن ننكر هذا الكلام حتى اللحظة لكن يا فندم المشكلة أن السادة التجار والمصنعين والمستوردين تحت لما بننزل في السوق من تحت هذا الكلام لا ينفذ وأن نفذ بيكون في عدد ضئيل جدا من السلع وبالتالي المواطن لا يشعر بما تقومون به فماذا نحن فاعلونه؟ شكرا طيب مرة أخرى يا فندم ده اللي أنا تاني حكرره بحضرتك دور المواطن معنا إحنا بنعمل كل اللي نقدر عليه اتحد الغرف موجود معنا عندنا رصد إحنا بننزله للمحلات أنا عايز أقول لحضراتكم إحنا عندنا رصد كامل لتلتونيط سلعة وحنوصل لألف سلعة في خلال الفترة الجاية عندنا رصد محافظة محافظة في تباين في أسعار حول لحضراتكم كنا لسه بنشوف بعد المحافظات النائية أسعارها ما زالت أعلى من متوسطات بعد المحافظات الوخرى وده كان بيبقى طبيعي لأن عبالما بيتنقله البضاعة التنقل والنولون وبرضو قلة المنافسة في هذه المحافظات النائية ما بيبقاش فيه منافسة كبيرة ما بين المحلات وبعضها البعض تاني أنا بأكد النهاردة في هذه المرحلة إحنا معنا هو اتحاد الغرف معنا غرفة الصناعات الغذائية اللي فيها كل المصانع النهاردة دور المواطن معنا يقول لنا فين الأماكن اللي بيتبيع بأسعار أغلى من المتوسطات اللي معروفة عشان ناخد ضدها الإجراء القانوني فوراً وده اللي أنا بأكد عليه إحنا شغالين من خلال الدخلية التموين البتنمية محلية جهاز حماية المستهلك جهاز حماية المنافسة لكن برضو زي ما بيقول لحضراتكم إحنا بنتكلم على مئات الآلاف من المنافس في كل حيثة زي ما حرج بتقول في القرى طيب هقدر أوصل للكلام ده إزاي إن مواطن يبدأ يبعثي ينزل يقول يشوف ده بيبيع بكام يبقى ساعة حنقدر على طول ناخد الإجراء وهو ده اللي بيتم وإحنا يمكن النهاردة كان الكلام مع كل السادة اللي موجودين إن الاتجاه هو اتجاه نزولي النهاردة فيه اتجاه نزولي موجود طيب يبقى عايزين كمان نسرع بالخطة بهذا الموضوع بالأرقام اللي احنا شايفنا فمندخل النهاردة كان النقاش النهاردة مش فقط على السلع الأساسية إحنا بنتكلم على كمان ابتدينا نتكلم على الأجهزة المنزلية والسلع المعمرة إن إحنا حنبدأ ناخد الخطوات معاهم فيه نزول حاصر ولكن لازم حنقعد معاهم كلهم عشان يبقى فيه نزول كامل لكل المنتجات ويبقى زي ما عملنا لبعض السلع الغذائية الأساسية نفس الكلام للسلع المنزلية حناخد المواضيع كلها واحدة واحدة عشان نحقق هذا الموضوع